بحضور بعض أفراد الجالية المغربية في الخارج ومقاطعة فرق المعارضة عقد مجلس النواب جلس الأسلية الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة للحكومة لمسألة رئيسها حول أوضاع الجالية المغربية في الخارج رئيس الحكومة أكد خلال الجلسة أن الحكومة تعمل بانتظام على تحسين وتطوير الخدمات الإدارية الموجات لجالية المغربية داخل وخارج أرض الوطن كي همنا المواطن من اللي يكون في الخارج يلقى يعني واحد الخدمة كونسولية يعني تأخذ بعيدا اعتبار الظروف دياله وتحاول تسهل الأمور كي همنا المواطن من اللي يوقع له مشكلة ما يشعر في الرأسه بحده يشعر بالبلاد وكلها معه كي همنا المواطن من اللي يكون دخل في نفس الوقت يعني إلا كان شي حاجة ناقصة في العناية به والرعاية دياله والأمن يلوي القابل هاد المرة هادية مرة بعد مرة تتحسن يعني الظروف وتمشتي والأرقام اللي قلت لولي كتبين هاد العناية واللي ما يمكن لها إلا تزيد وتستمر رئيس الحكومة تبر إذا أن نسبة تغذية خدمات الجالية المغربية بالخارج تفوق النسبة المتوفرة للدود المماثلة كما أكد أن الحكومة تحرط على التفاعل الكامل لمقتضيات دستور التي تكفر مشاركة السياسية لمغاربة العالم ترجمة نانسي قنقر